علق هاني أبو ريدا رئيس التحاد الكرة على قرار ألترس أهلاوي بحل المجموعة وحرق البانرز وانهاء تواجدها إلى الأبد وصفا بذلك بداية طريق الصحيح قال أبو ريدا إنه إذا ما كان حرق البانرز يعني حل المجموعة بالفعل فهو أمر غير مهم لكن المهم هو حضور الجمهور والتزامه وسلوكه في المدرجات أضاف رئيس التحاد الكرة أنه إذا كان قرار حل مجموعة ألترس أهلاوي ناتجا عن اعتراف منهم بخطأ تسببوا فيها فمن المؤكد أن هذه الخطوة سوف تكون دفاعا أو دافعا للجهات العليا والأمن لعودة الجمهور للمدرجات كانت ألترس أهلاوي أعلنت حل المجموعة بشكل نهائي وذلك بعد 11 عاما من تأسيسها